مشاهدين الكراب سأخصصها للحديث عن ملف إنهامي جدا يتعلق بالجريمة الإلكترونية ورفقة ضيفنا الدكتور عبدالقادر ميمر أستاذ القانون سوف نتحدث عن مفهوم الجريمة الإلكترونية آليات الوقاية من الجريمة الإلكترونية والحديد من التفاصيل المتعلقة بهذا الملف أسعد وبسأل جميعا أن يكون ضيفي في هذه الفقرة الدكتور عبدالقادر ميمر أستاذ القانون دكتور صباح الخير وأهلا بك في هذا الفضاء الإخباري صباح النور سعيد جدا بحضوري معكم وأتمنى أن أقدم إضافة في هذا الموضوع المستجد والذي أصبح محل اهتمام كل أفراد المجتمع نظرا للمخاطر التي أصبح تهدد بها الجريمة الإلكترونية المجتمع جيد أستاذ ابتداء من المقصود بالجريمة الإلكترونية أولا الجريمة هي كل فعل مجرم قانون كل فعل نص القانون أو المشرع على عقوبة أما الجريمة الإلكترونية فهناك عدة تعارف لهذه الجريمة الإلكترونية في حين أن المشرع الجزائري قد خصها بنص خاص في المادة 2 من قانون 0904 المتعلق بالوقاية من الجريمة المعلوماتية أو الجرائم المتعلقة بالمعالجة الآلية للمعطيات والوقاية والمكافحتها خاصة في المادة 2 عرف أو حدد الجريمة المعلوماتية بأنها كل جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات وكل جريمة ترتكب أو يسهل ارتكابها عن طريق تقنية المعلومات جيد يقصد بالجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات تم تعديل قانون العقوبات سنة 2004 لما أعتقد من قانون 015 أحدث الفصل السابع من قانون العقوبات وأحدث المواد 394 مكرر إلى غاية المواد 394 مكرر سبعة التي تتكلم عن كل الجرائم التي تستهدف المنظومات المعلوماتية المنظومات المعلوماتية سواء كانت خاصة بالأشخاص سواء جهاز كومبيوتر أو لوحة إلكترونية أو هاتف نقال وكذلك المنظومات المعلوماتية المتعلقة أو الخاصة بالمؤسسات سواء كانت مؤسسات خاصة أو مؤسسات عامة هذه الأفعال تتفرع بين الولوج أو الدخول غير المشروع للمنظومة المعلوماتية والبقاء فيها كذلك التعامل أو التأثير على المعطيات الموجودة في هذه المنظومة المعلوماتية من خلال تعديلها من خلال سرقتها كذلك من خلال تعطيل عمل هذه المنظومة والعديد من الأفعال التي عاقب عليها القانون في هذا المجال جيد بالتأكيد دكتور حتى يتأسس شخص معين كضحية من ضحايا الجرائم الإلكترونية عليه أن يمتلك مجموعة من القرائن ما هي القرائن القانونية التي يجب أن تتوفر عند شخص معين حتى يستطيع أن يتأسس وأن يقدم نفسه كضحية لجريمة إلكترونية معينة إضافة إلى ما سبق قوله أن هناك جرائم عادية جرائم منصوص عليها في قانون العقوبات أو القاون الخاصة ترتكب بتقنية مثلا التشهير السب، القذف، النص ترتكب عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي تعد بمثابة جرائم معلوماتية جيد هناك أشخاص ربما يتعرضون لهذا النوع من الجرائم من خلال سرقة معطايتهم الشخصية أو من خلال سبهم أو قذفهم أو تشهير بهم عن طريق التواصل الاجتماعي كل شخص تعرض لفعل من هذه الأفعال ورأى نفسه أنه ضحية يمكنه أن يتقدم إلى المصالح المختصة في هذا المجال هناك فرق خاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية وكذلك يمكنه أن يتقدم بشكوى إلى سيد وكيل جمهورية بالمحكمة المختصة بعد ذلك بعد هذه الشكوى سوف نتطرق فيما بعد إلى كيفية إثبات هذه الجريمة يعني الشخص هذا كيف له أن يثبت أنه وقع ضحية جريمة معلوماتية وهذا الذي ربما يتطلب توفير مجموعة من البينات والدلائل والمعروف أن البينات على من يدعى طبيعة البينات التي يجب أن يتوفر عليها الذي يقدم نفسه كضحية الجريمة الإلكترونية نحن بصدد الكلام عن جريمة غير تقليدية جريمة لها خصوصيات سواء من حيث طريقة ارتكابها أو من حيث كذلك الأشخاص الذين يرتكبونها أو حتى من حيث الدليل دليل إثبات هذه الجريمة والذي هو دليل له كذلك ذو نوعية خاصة ليس دليل مادي ملموس وإنما هو دليل ذو طبيعة خاصة وبالتالي فإن أساليب البحث عن هذا الدليل وتقديمه للعدالة تقتضي كذلك وسائل خاصة غير معهودة وغير معروفة في إثبات الجرائم التقليدية من بين خصائص الجريمة المعلوماتية أنها جريمة ناعمة أنها جريمة لا يستعمل فيها العنف جريمة شخص في القديم أو في الجرائم التقليدية مثلا عندما يرتكب اعتداء على شخص معين سواء سرقة أو ضرب وجرح أو قتل كان يعتمد على أساليب فيها حصونا فيها الدم فيها تحضير كذلك السرقة مثلا كان يقوم بالترصد للشخص إحضار مركبات ولكن اليوم في الجرائم المعلوماتية شخص متواجد خلف مكتبه يحمل هاتف نقال أو لوحة إلكترونية أو جهاز كومبيوتر ويقوم بسرقة الملايين أو الملاير دون أن يسبب أذى جسدي أو يتعرض حتى هو لمضايقات أو أذى جسدي من طرف الضحية وبالتالي إن إثبات هذه الجريمة كما سبق القول لا يمكن إثباته بطرق تقليدية لأن مصرح الجريمة في الجريمة الإلكترونية يختلف عن ما هو في الجريمة التقليدية وبالتالي هناك جهود دولية وكذلك المشرع الجزائري استحدث بعض الآليات الخاصة للتحقيق والبحث والتحريف مثل هذه الجرائم جيد أستاذ بالتأكيد أنت كأستاذ قانون وأيضا محامي ومخلال التجربة تصلك العديد من الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية الآن من الناحية القانونية أيضا أستاذ أنك أستاذ في القانون متى يمكن أيضا أن نقول أن شخص معين أصبح فعلا ضحية من ضحايا الجرائم الإلكترونية؟ الضحية هو كل من تأذى من فعل مجرم قانون كما سبق القول عليه يعني ما كاش نموذج نقول هذا شخص ضحية أو غير ضحية كل من تضرر من فعل مجرم قانونا يعتبر ضحية يستوجب المتابعة القضائية يستوجب التعويض نحن كأساتذة باحثين في هذا الميدان نرى أن الشخص الذي تعرض لهذه الجريمة وهي الجريمة الإلكترونية عنده عدة وسائل وعنده عدة طرق قانونية يمكن من خلالها البحث عن الوسيلة الأنجع من أجل استرجاع حقه وكذلك جبر الضرر الذي لحقه من جراء التصرف لأننا اليوم أصبحنا نلاحظ أن هناك عدة تصرفات وأن هناك أشخاص استهوتهم تكنولوجيا والتطور التكنولوجي من أجل التربح من أجل الاستفادة من هذا الفضاء الإلكتروني وإلحق الأذى بالأشخاص أشخاص مثلا يتعرضون إلى التنمر عن طريق الوسائل الإلكترونية ووسائل التكنولوجيا الحديثة خاصة الأطفال الذين أصبحوا عرضة لجماعات نقول هداهم الله عندهم نفوسهم كما نقول غاب عنهم الوازع الأخلاقي أصبحوا يتعرضون لهؤلاء الأطفال هذه الفئة الهشة التي يمكن أن نقول عنها هشة أصبحت تستدرج عبر هذه الوسائل الإلكترونية من أجل ارتكاب جرائم ضدها سواء جرائم تتعلق بالأخلاق أو جرائم تستدرج هؤلاء الأطفال من أجل طلب الفدية مثلا كان أشخاص تأخذ صورهم يصورون في حالات غير أخلاقية وهذا يأتي مع الوقت لأننا اليوم للأسف أغلبية الأبا ما يمشي راقبوا الأبناء انتحهم فيما يتعلق باستعمالهم المفرط لهذه التكنولوجيا مما جعلهم ضحية لهذه الوسائل الإلكترونية وضحية لهؤلاء الأشخاص الذين يستغلون جهلهم بهذه التكنولوجيا ويستدرجون أصبح الشخص يستدرج من أجل تقديم مبلغ مالي كي الناس صوروهم في حالات غير أخلاقية كي الناس كما قلت دوا صورتهم بدوا يبتزوهم الطفل هذا ولا الشخص هذا وش يروح يعمل أصبح يرتكب جرائم أنه ما عندوش المبلغ المطلوب أصبح يلجأ إلى السرقة كي الناس وصلت من جراء التنمر عليهم إلى الانتحار وهذه عينات في المجتمع سواء في الجزائر أو في الخارج أن هؤلاء الأشخاص والخلل أين هو؟ أنه ما يبلغوش على هذه الجرائم والتبليغ هو أول محطة يجب أن يعدمال عليها هذا الشخص من أجل اتقاء شر هذا المبتز وهذا الشخص المجرم هو أنه في الحقيقة دكتور سألتك عن الأسباب التي يجب أن تتوفر حتى يستطيع لشخص معين أن يقدم نفسه كضحية من ضحايا الجرائم الإلكترونية لأنه أحيانا حتى المستهلك وحتى هذا الشخص يتحمل جزء من المسؤولية على اعتبار ربما التعامل بسهولة وسهولة الانسياق وراء أي إعلانات تجارية معينة أو إعلانات معينة أيضا مستاذ نحن اليوم نتكلم على موضوع مهم حقيقة أننا أصبحنا عرضة لهذه الجرائم نظرا لنقص التوعية لأن مدى مكاش توعية في هذا المجال في مجال المخاطر التي تشكلها الجريمة المعلوماتية أصبح كل شخص عرضة للمبتز عرضة للنصاب هناك عدة نشاطات تجارية لا وجود لها في الواقع ولكن يتعرض أشخاص إلى ابتزاز أموالهم وأخذ أموالهم عن طريق منصات للتواصل الاجتماعي ولكنها غير موجودة في الواقع وهذا ما تفطن له المشرع الجزائري حيث استحدث عدة قوانين كما قلت أنه قانون العقوبات قانون 0904 المتضمن الوقاية من الجراء المتعلقة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحتها كذلك قانون التجارة الإلكترونية قانون التوقيع الإلكترونية كلها هذه الترسانة القانونية تصب في حماية ضحايا مثل هذه الأعمال ولكن هذه القوانين لا تكفي لوحدها إن لم يكون معها عمل موازي وهو عمل المجتمع المدني الذي يوعي الأشخاص بخطورة هذه الجرائم كذلك العمل في المجال التربوي المؤسسات التربية التي تقوم ببرمجة حصص أو أيام دراسية أو ملتقيات في هذا الشأن حتى يوعي الأشخاص بمخاطر هذه الجرائم أو حتى لا يكونوا ضحية لهذه الجرائم هذا من الناحية التربوية والتوعوية ولكن إذا انتقلنا إلى الناحية القانونية هناك إجراءات تقوم بها السلطات المختصة من أجل البحث والتحري كما سبق القول عن مرتكب هذه الجرائم وهو ما زودهم به قانون تعديل قانون الإجراءات الجزائية لأنه استحدث إجراءات حديثة تساير هذا التطور التكنولوجي للأسف لأن الجريمة دائما تسبق القانون ولكن المشرع الجزائري حاول وبكل جدية التواكب ومواكبة هذه التطورات واستحدث كما قلنا إجراءات خاصة بالبحث والتحري عن اليوم أشياء ولا إجراءات خاصة مثلا البحث أو التفتيش الإلكتروني عن المراقبة خاصة أن الجزائر تسنف على أنها من الدول التي حققت تقدما كبيرا في قضية مواجهة الجريمة الإلكترونية وذلك بفضل الكفاءة العالية للإطارات الجزائرية في هذا المجال وخاصة الإطارات الأمنية حتى نكون دقيقين أكثر أستاذ ما هي مختلف أشكال الجرائم الإلكترونية تجليات الجريمة الإلكترونية على أرض الواقع كما سبق القول وأن قلت سيدي أن هناك عمل جدي وعمل راسي من السلطات الأمنية في هذا المجال لدينا مخابر البحث ومخابر ووحدات الأمن التي تبحث عن هذه الجريمة لدينا هيئات مختصة في الوقاية من هذه الجريمة وهذا ما جعل تصنيف الجزائر من بين الدول التي تسعى إلى مواكبة هذا التطور وإلى حماية المجتمع والمؤسسات العامة والخاصة من تدعيات هذه الجريمة هذا من ناحية العمل الميداني المقلل فيما يخص تصنيف الجرائم المعلوماتية هناك عدة أنواع للجريمة المعلوماتية هناك كما سبق القول جرائم ترتكب ضد الفرد في حد ذاته مثلا انتحال الشخصية شخصية الفرد يدخل مثلا هاكر أو أي شخص لحساب شخص معين على منصات التواصل الاجتماعي وباستغلال مثلا كلمة السر أو استغلال المعطايات التي تحصل عليها من خلال الرسائل التي تصل هذا الشخص وهي مجهولة الهوية وهذا ما يمكن قوله أنه لا ينبغي الإنسياق وراء الرسائل المجهولة الهوية وكذلك البرامج المشتبه فيها أنه أي شخص تصله رسالة ما يرحش مباشرة يدخل هذه الرسالة لأنها ربما تكون كذيروس ولا وسيلة اختراق لحسابه قلت أنه بعد اختراق هذا الحساب هذا الشخص يمكن الاستلاع على معطاياته الشخصية من حساب من اسم من لقب من صور هذه المعطايات يمكن استغلالها من أجل تحديد هذا الشخص من أجل تشويه سمعته وغيرها من الأعمال التي يمكن أن تستغل لاستدراج هذا الشخص والحصول على معطايات تفيد هذا المجرم لابتزاز كما قلت هذا الشخص والحصول على أموال من خلال هذه المعطايات هذا فيما يتعلق بالفرض كذلك هناك جرائم ضد المؤسسات ممكن شخص يخترق منظومة معلوماتية خاصة بمؤسسة معينة والاستلاء على معطاياتها وهنا عنا مؤسسات وخاصة في المجال الاقتصادي كأن تنافس بين المؤسسات كأن مثلا مؤسسة منافسة لمؤسسة أخرى ممكن أن تستغل هاكر أو شخص من أجل استهداف هذا المنافس نتوقف دكتور عبدالقادر عميمر تحدثنا قبل أن ننتقل إلى الزميل عبدالنورهام عن الكثير من تفاصيل متعلقة بالجريمة الإلكترونية تحدث عن تعريف الجريمة الإلكترونية أشكال الجريمة الإلكترونية الآن من المهم أيضا أن نتحدث عن آليات وآدوات الوقاية من إمكانية الوقوع كضحايا الجريمة الإلكترونية فعلا أنه بعدما تطرقنا إلى مهية الجريمة معلوماتية صورها أشكالها الشيء الذي يهمنا ويهم المجتمع هو كيفية أو آلية الوقاية من هذه الجريمة أولا أنا وكل المختصين في هذا المجال يركزون على جانب مهم وهو جانب التوعية لأن التوعية هي الأساس في الحماية من هذا النوع من الجرائم لأنه إذا معرفنا ما هي هذه الجريمة وكيف نقع في هذه الجريمة لا يمكن أن نكافحها أو يمكن أن نتخلص منها أولا نوصي أو أن المجتمع المدني أن يقدم الإضافة اللازمة في هذا المجال وكي إن هناك جمعية في قيد الاعتماد تهتم بهذا الموضوع وهي الجمعية الوطنية للتوعية والسلام المعلوماتية التي أتشرف برئاستها والتي تعمل مع السلطات من أجل توعية المجتمع بهذا النوع من الجرائم وكذلك من خلال تقديم أيام دراسية من خلال الانتقال إلى المدارس وتقديم هذه التوعية أو هذه الإضافة في هذا المجال إلى ما تقدمه السلطات المختصة في هذا المجال كيف يمكننا الآن أن نقضي هذه لا نقول نقضي ولكن نقول الحد من هذا النوع من الجريمة لأن الجريمة لا يمكن أن نقضي عليها لأنها دائما موجودة وهنا ظاهرة دولية أيضا ظاهرة ولكن نحد من تأثيراتها الحد من تأثيراتها أولا قلنا كاين مجال توعوي قبل ما نروحه إلى المجال الأمني أو القضائي كاين هناك شيء آخر وهو اليقضاء يقضت السلطات المختصة بهذا النوع من الجرائم لازم تكون عندنا متابعة يومية لأنه وردنا شفنا مؤخرا قضية لأثارة الرأي العام فيما يتعلق بتعرض بعض الأطفال في مجموعة معينة لبعض التصرفات والتحرشات من خلال جامعة إجرامية حاولت أن تزوج بهؤلاء الأطفال في أفعال مخلة بالحياة واستدراجهم إلى ارتكاب هذا النوع من الجرائم ولكن المصالح الأمنية تمكنت من توقيف هذه المجموعة هذا الشيء اللي قلنا ليه أنه يقضت المصالح الأمنية يجب أن تكون في مستوى تطور هذه الجريمة لأن الجريمة هذه رأيها في مستوى في تطور مستمر تصريح كما قلوا جديد لمسؤول كبير في منظمة الشرطة الدولية يقول بأن الجريمة المعلومتية من بين الجرائم الأكثر تطورا أو في العالم أصبحت دائما تتطور ودائما تثير الكثير من المشاكل سواء للمجتمع أو في المجال الاقتصادي أو السياسي نحن اليوم كيف نتفادى هذه الجريمة أننا لازم أنه كما قلنا إعمال القانون سلطات تنفيذ القانون يجب أن تكون صارمة من خلال التنفيذ الصارم للقانون المشرع الجزائري خص هذا النوع من الجرائم باستحداث قطب جزائي لمتابعة هذا النوع من الجرائم وهذا يعتبر إنجاز في الجزائر هو في الحقيقة فيه تطبيق صارم لهذه القوانين الأشكال الآن يبقى في الضحايا الذين يجب أيضا أن يقدموا شكاوى في حال وقوعهم كضحايا أيضا أستاذ والتالي من المهم جدا تعزيز هذه الثقافة ثقافة التبليغ وتقديم الشكوى لأنه التبليغ هو الحجر الأساس لأنه إذا تعرض شخص إلى جريمة معلوماتية ولم يقدم تبليغ في الوقت لأن الوقت يلعب دور لازم في الوقت المناسب ما تبقاش تتردد وتقول يوم غدواء ولكن يجب أن تقدم تبليغ بمجرد أنك عرفت أنك وقعت ضحية جريمة معلوماتية لأن كثير من الأشخاص يتعرضون إلى جريمة معلوماتية ولكن لا يعلمون بذلك بمجرد معرفة الشخص أنه وقعت ضحية جريمة معلوماتية عليه أن يقوم بالتبليغ لأن السلطات المختصة لا يجب أن تكون في نفس الوقت حتى يتم اكتشاف مصدر هذا الجريمة من خلال الوسائل المتاحة لهذه السلطات من خلال تحديد موقع هذا الإنسان وراه من خلال توقيع مثلا تحديد الإي بي والجهاز هذا الراه يتم من خلاله في عملية الاقتماع وبالتالي التبليغ هو الحجر الأساس لأنه إذا ما بلغناش مثلا شخص سواء كان مؤسسة أو شخص طبيعي أو معناوي ودالها كود وطلب منك فيديا إذا قدمت له هذه الفديا ما رح دائما يقوم بهذا النوع من الإبتزاز يمارس نفس الممارسات والإبتزاز وبالتالي أن التبليغ هو الحجر الأساسي والخطوة الأولى من أجل تقديم هذه وبعدها التبليغ ووضع حد أيضا وحد من هذه النوع من الجرائم قبل أن تترق إلى الشكوى وإجراءات المحاكمة والتي لها ظروف استثنائية نعم الدكتور عبدالقادر حميم الأستاذ القانون شكرا جزيلا لك على كل هذه الإفادة والمحطيات ولقاء بك يتجدد قابل الأيام بإذن الله شكرا جزيلا العفو شكرا جزيلا